اشتركوا في القناة ونائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي وصاحب المعالي المشير الروكن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادت الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادت الفريق الروكن ذيب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان حيث تم خلال اللقاء استعراض الوضع العام في المنطقة وبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي وفي مقدمتها تكثيف الجهود لدفع المسيرة التنموية الشاملة والنخضى الحضارية المباركة التي تشهدها مملكة البحرين من أجل تعزيز المنجزات الوطنية لكل ما من شأنه استمرار نماء الوطن وازدهاره وخير المواطنين الكرام وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية كما أعرب حضرة صاحب الجلال الملك المعظم حفظه الله ورعا خلال الاستقبال عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب وجميع الوزرات والمؤسسات والجهات الحكومية والقطع الخاص والمواطنين والمقيمين على أرض البحرين المعطاء على إسهاماتهم القيمة ولم أظهروه من مشاعر طيبة ونبيلة بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية المجيدة ولكافة مظاهر الاحتفالات التي أقامها المواطنون احتفاء بهذه المناسبات الغالية العزيزة والتي عبرت عن وطنية وأصالة شعب البحرين الوفي العزيز شاكرا جلالته أيده الله كافة المهنئين بهذه المناسبات الوطنية ترجمة نانسي قنقر